اشتركوا في القناة وكنا نشتغل على الـ V-Ray 3.6 بس طبعا بعد التطور الرهيب اللي صار مع الـ V-Ray الجديد لحتى توصل للشكل الحالي اللي نحن فيه فقررت أنه أخلق كورس جديد بإذن رب العالمين وإن شاء الله توفق فيه وإقدر أقدم كل المعلومات اللي ممكن يقدمها شخص بهيك نوعية من الكورسات طبعا نحن لحيكون الكورس عبارة عن أجزاء لحن نجزق الكورس لأربع أقسام القسم الأول لحن نحكي فيه عن الإضاءة وكيف منتعامل مع الإضاءة سواء النهارية أو الليلية الطبيعية أو الصناعية الداخلية أو الخارجية ولحن نشوف كيف منتعامل مع الفريم بوفر بالـ Light Mix كيف منقدر نتعامل مع الإضاءات نزيد شدتا نخفف شدتا عن طريق الـ Light Mix بدون ما نضطر نعيد رندر المشهد أكتر من مرة لحن نشوف كمان كيف منقدر نتعامل مع الـ Light Lister اللي هي قائمة الإضاءات بحيث أنه نزيد شدات ونخفف شدات طبعا لحن نشوف الفرق بين هاي وبين الـ Light Mix فيما بعد إن شاء الله بالمرحلة الثانية ممكن نحكي عن الكاميرا الفيزيائية أو فينا نحكي بالعكس يعني ممكن نقول المرحلة الأولى لحن نحكي فيها الكاميرا الفيزيائية وكيف نتعامل مع الكاميرا الحقيقية أولا وكيف يكون موازاتها مع الكاميرا الفيزيائية إن شاء الله ولحن نشوف كيف منتعامل مع والشتر سبيد ومفاهيم الكاميرا المعروفة مثل الفتحة العدسة مثل الزوايا الاحترافية مثل مثل العدسات الموجودة بالسوق بالإضافة للإيزو والإكس بوجر ولحن نشوف كيف ممكن نحنا نستغني عن الكاميرا بشكل عام ونتعامل مع جينيرال إكسبوجر بحيث أنه نقدر نرندر من البرسبكتف ومن الكاميرا بنفس المبدأ بدون ما نضطر أنه ننقل من كاميرا لبرسبكتف تتغير إكسبوجر هات الكلام اللي حنشوفه إن شاء الله عن قريب بالدروس إن شاء الله المرحلة الثالثة خلينا نقول طبعا المرحلة الثالثة هي مرحلة وهمية يعني فينا نكون عم نحكي مثلا عن إعدادات الريندر اللي هي إجمالا يعني ما في أي إعدادات على الأطلاق غير إعدادات بسيطة جدا اللي حنحكي فيها عن قنوات الريندر فقط وعن الدي نويزر أما بقية الإعدادات صارت جدا مهملة وما إلى أي قيمة على الأطلاق واللعبة كلها يتصراحة اللي حتكون بالفريم بفر فقط نحن قدر نتعامل نحن قدر نتعامل مع الصورة بالفريم بفر اللي هو نوعا ما تحول لواجهة فوتوشوب كليا وبالتالي نحن معنا محتاجين على الأطلاق إنه نفوت لا نعمل إعدادات ولا نغير سبديفايز ولا نعمل أي شيء على الأطلاق وخصوصا بعد ما تخلص الصورة معنا مضطرين نبعتها على الفوتوشوب إلا لنلزق عليها اللوغو أو كلمتين ممكن نكتبهم باختصار وكل عام وإنتوا بخير المرحلة الأوسع واللي هي تعتبر نصف الكورس تماما طبعا اللي حكيتوا بالبداية كله هذا يعتبر نصف الكورس تقريبا المرحلة الأخيرة أو المرحلة الأهم على الأطلاق هي قسم الماتيريال طبعا الماتيريال نحن نتعرف على واجهة الماتيريال اللي دخلوها جديد للفري خمسة لحن نشوف كيف نحن نشوف كيف منقدر نستجلب مواد ونحطها بقلب المشاهد وكيف منتعامل معاها ولحن نشوف كيف لحن نستغني عن موضوع مكتبة المواد اللي هني عاملينها ممكن نستفيد فقط بالتكستشورات الموجودة تكستشوراتها نوعا ما حلوة وتكرارها جيد فبادر نستفيد من تكستشوراتها ورغم هيك ما أنا كتير مضطرين على التكستشورات الموجودة عندهم ممكن نحن نشتري تكستشورات من عدة مواقع بالإنترنت وممكن ننزل أحيانا من مواقع بتعمل أو ممكن نحصل عليها بقدر يعني بقدر الله مثلا من شيء تورينت أو من شيء قصة يعني هذا موضوع كمان سابق الأوانو لنحكي فيه بنحكي بديتيلزه الكاملة وقت منوصل لدرس الماتيريز وبعدين بالماتيريز لحن نبلش نصنف المواد مشان نقدر نفهمها بين زجاجيات بين معادن بين أقمشة بين بلاستيك حجر رخاميات سيرانيكس وإلى آخره من هاي المواد ولحن نشوف كيف نقدر نفرق بين المواد طبعا لحن نحاول كمان نوصل لنقطة كتير مهمة إنه كيف نصنع مكتبة المواد الخاصة فينا وهي أهم نقطة على الإطلاق بالماتيريز لأنه بس قدرنا نصنع مكتبة المواد الخاصة فينا بصير الموضوع بالنسبة إلنا كتير 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 بسيط يعني بالمشهد وبنلاحظ إنه المشهد بيخلص بسرعة يعني معنا مضطرين إنه نعود طول النهار نخلق ماتيريز وننزل ونغير يكفي أني أعمل ماتيريز ستاندرد مثلا للخشب وغير ألوان الخشب الموجدة فيها أو غير تكستشيرات معينة بحيث إنه يتغير كل شي دفع وحدة طبعا فينا نحنا نشتغل بالماتيريز على متصفحين المتصفح الأول هو الكمباكت اللي هو المختصر طبع الكرات والمتصفح الثاني اللي هو العنكبوتي أو الأخضبوتي خلينا نقول اللي هو بيعتمد على الأذرع وعلى توصيل التكستشيرات والمتيليلات مع بعضها عن طريق الأذرع طبعا هو السائد والمستخدم أكتر بس نحنا فيه عنا لحيكون مشكلة صغيرة شوي لح نحكي بهذا الموضوع كمان بوقته أكيد بس المشكلة الأهم بالتعامل مع الماكس أنه أي مستخدم للـ 3D Max أو لبرامج لجرافيك عامة أو برامج مثلا الصوتيات هو بحاجة لشاشتين شاشة واحدة ما عدا تتكفي فأنت بحاجة لشاشتين لتقدر تفرض عناصرك عليها سواء كانت للـ Tools أو سواء كانت الـ Render أو ما بعرف شو أنت بحاجة لشاشة تشتغل عليها على واجهة الماكس كرسم كموديلينج وبحاجة واجهة تانية تحط فيها عليها كل التـ Tools طبعاً نحن ما لحن نورجي هذا الجانب لحن نشتغل على شاشة واحدة فقط ولحن نشوف كيف نشتغل على الشاشة واحدة فقط بس طبعاً هذا الموضوع شوي لحيكون صعب بالنسبة لنا النقطة الأخيرة اللي نحن نحكي فيها بالـ Course إن شاء الله هي نقطة الإخراج الأخير للصورة وكيف نتعامل مع Frame Buffer طبعاً لحتى تكونوا بالصورة أحياناً لحتى تلاقوني عم قدم قسم على قسم أو عم دخل عنصر بقلب عنصر يعني هذا الموضوع متاح إن شاء الله ما بحب أنا أجزئ الكورس بحب أعطي بأرياحية بحب ارتجل الارتجال ما بحب حضر أفكاري وأعود صمم فكرتي أو شلون لازم أحكي قبل أنا هي طبيعتي بإلقاء الكورسات على طول أفكاري كلها يعتم مرتجلة دائماً مشان تطلع عندي مشاكل وهذا الأسلوب اتبعته بالكورسات كلها وكانت طلابي الحمد لله مرتاحة وجابت نتائج بالطير العقل لذلك بتلاوني عم برتجل الارتجال أحياناً ممكن أعمل ماتيريال وما تزبط معي فأنا متأصد طبعاً هذا الموضوع أحسن ما أعمل ماتيريال جاهزة وأخلص وفرجيكون وياي شو طلعت حلوة لا أنا بفضل أني أغلط أحياناً بالماتيريال وما تزبط معي وعيدة مرة ومرتين وثلاثة لحتى تطلع عندي مضبوطة طبعاً هذا الكلام كان يكون أونلاين بس هلأ لما عم ناخد الدروس المسجلة يعني هذا الموضوع خف كتير ورغم هيك لح أتعامل بهاي الطريقة هي طريقة الارتجال ما في تحضير للدروس على البطلق طبعاً هذا هو برنامجنا بالنسبة للكورس بقي شغلة واحدة أخيرة بعد ما نتعامل مع الفريم بفر ممكن نبعط الصورة على الفوتوشوب نشوف شوية فلاتر ممكن نحطهن على الصورة هيك نعطي شوية جوحلو للصورة مع أنه نحن ما رح نحتاج هذا الموضوع نقدر نعمله كله ضمن واجهة الفريم بفر بتمنى تستفيدوا القدر الكامل من الكورس بتمنى تدرسوا كل درس بدرسه ما لكم لح تحتاجوا أكتر من ساعتين بالنهار لحتى تراجعوا كل الداتة اللي بعطيها طبعاً أنتوا شايفيني هلا عم بحكي بسرعة لأني عم بسرد معلومات عامة بس بالفترات القادمة إن شاء الله لح تلاقوا أنه لا فيه هدوء شوي ما في عدد محدد من المحاضرات على الإطلاق الكورس تبعي بينتهي لما بتنتهي آخر معلومة هذا عندي كلام دائماً والكل بيعرفوه طبعاً من طلاب القدامى في كورسات وصلت لـ 28 محاضرة و 30 محاضرة من كتر ما كانت الطلاب تسأل وتستفسر وتطلب تمام؟ وفي كورسات خلصت بـ 18 لأنه كانت الطلاب كسلانة فأنتوا اختاروا ممكن تكونوا كسلانين وممكن تكونوا شاطرين هذا الموضوع راجع لكم بالنهاية أنا واجبي إني أدم المعلومة بكل أمانة وضمير كاملة بدون أي نقصة والباقي عليكم طبعاً منحكي بعدين لقدام شلون نحن ممكن نعمل سيرش ممكن نتدور أكتر على موضوع استزادة مثلاً بالأمر هذا الموضوع كمان لازم تاخدوه بعين الاعتبار بإذن رب العالمين يلا نلتقي بالجزء الثاني من المحاضرة أهلاً وسهلاً فيكم بالقسم الثاني من كورس الفيري اليوم لح نحكي عن الواجهة الأساسية بالبرنامج بس لح ناخد نبزة بسيطة عن تاريخ البلاقين طبعاً البلاقين ابتدت فكرته بالالف وتسعمائة وسبعة وتسعين لما كانوا فكروا انه يعملوا البلاقين تبع الفيري تمام كان هو عبارة عن بلاقين كتير بسيط يضاف الى الماكس ويرندر بطريقة كتير بسيطة طبعاً كان مسبقاً كان في عنا بلاقين يشتغل مع الماكس بشكل مباشر وينزل مع الماكس بشكل مباشر اللي هو المينتر ري وقبل منه طبعاً قبل المينتر ري كان فيه الستاندرد الستاندرد كان بيعتمد على الراديو سيتي وعلى سلوب الإضاءة الشاملة مثل ما بنقول بعدين اجت شركة في ري وقررت انه تعمل البلاقين تبع الفيري طبعاً الشكل الاولي كان كتير بشع تمام كان كتير بسيط يعني مو بشع بسيط يعني ما كان فيه هالداتة زايدة وما كان فيه دراسة قوية مثل هلأ طبعاً يعني او بالنسخ اللي بعدين اول نسخة ظهرت بشكل جيد وبشكل قوي كانت النسخة واحد فاصلة خمسة الواحد ونص كانت من افضل النسخ اللي فينا نعتبرها انه هي البداية القوية للفيري بعدين تراكمت للنسخ واحدة وردتانية بالالفين وتسعة بلشو يشتغلوا على الفيري آر تي اللي هو الريندر على الريال تايم على كروت الشاشة شوي شوي بلش يتطور الفيري وصار وصلنا للفيري اثنين طبعاً بالالفين وعشرة كل ما لو عم يتطور الفيري شوي شوي بالالفين وابلش ويستغنوا عن وعن التفاصيل المتعلقة باعدادات الريندر هيك لحتى وصلوا للشكل اللي بنشوفه بالوقت الحالي اللي هو بالالفين وعشرين خلينا نقول اول الفين اخر لالفين وعشرين اول الفين وعشرين اللي هو الفيري خمسة يعتبر الفيري خمسة لحد اللحظة هو اكمل وجوه الفيري عن جد يعني منافس بشكل رهيب جداً كونه انه صار في عنده مثلاً واجهة اللي هي الواجهة اللي صارت بتنافس الكورونا يعني الكورونا كان مسبقاً عنده هاي الواجهة ايجت الواجهة طبعاً الفيري اللايت ميكس فنافست الكورونا طبعاً بعدها ضعيفة لسه ما وصلت للمرحلة اللي فينا نقول انك تملت لا لسه في مشاكل كتير طبعاً النسخة بحاجة بحاجة لفيتباك كتير لحتى ترجع النسخة تصير بكمالية تامة او بكامل طاقتها تمام اذا المشاكل بعدها شغالة بالنسخة بس بالناحية القوة شخصياً طبعاً انا اشتغلت على الفيري واشتغلت على الكورونا الكورونا يعتبر برنامج حساس جداً بيعتمد على احساس الصورة بس الفيري بيعتمد على القوة فلما بتجي انت بتدمج احساس الكورونا مع احساس الفيري مع قوة الفيري عفواً فبتوصل لنتيجة هائلة الحمد لله يعني وهذا الكلام بيتم عبر التدريب ما بيكفي انك تتعلم يعني كورس وكورسين وثلاثة وعشرة لا بدك تظل متابع المستجدات وشو شو بتنزل هاي الشركة وهي الشركة لحتى تشوف تعود تقارن وتضيف يعني علم اله اول ما له اخر سبحان الله لازم نتعلم لو حبينا نروح لواجهة الماكس ونشوف الفيري طبعا طبعا نحنا بالبداية لح نتعرف على بعض الاشياء الكتير ضرورية بحيس انه نقدر نشتغل على الفيري ونحنا مرتاحين ومالنا بحاجة كتير واجهة الماكس وخصوصي للاشخاص اللي ما كتير بيستخدموا الماكس يعني فيه ناس ما بتستخدم الماكس بتستخدم 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 An بتستخدم اي برنامج تاني بتعملي عليه موديلينج وبتصدر للماكس طبعا افضل الملفات على الاطلاق للêsخص هي ملفات الائف بي اكس لو نحنا فتحنا الامورت نافذة الامورت لحنا اللحنا نلاحز هون باللواحق في عنا لواحق كثير بيتقبلها الماكس افضلها على الاطلاق هي الاف بي اكس وهنا الاف بي اكس معد لقينا الاف بي اكس دي دابليو جي طبعا فيه ياخد دي دابليو جي لي كاول واحدة الاف بي اكس تمام الاف بي اكس هي لحقة لكل برامج لثري دي بتشتغل مع كل البرامج بدون اي اعتراض يعني هي الاولى على الاطلاق وبتاخد ملفات كتير نظيفة يعني مقارنتا بملفات ال اوبجيكت مسلا في عندي ملفات بااخده الالماكس هي ملفات ال اوبجيكت تمام اللي هي او بي او Brg لي هي مثلا 3 دي اس هي واحدة واحدة من الملفات او اللواحق اللي بي ااخدها الまكس عندي ملفات الوبجيكت الاوب مبرفون وين ما ما يقدر شوف أنا كتير اليوم انوي واي اهد storage هي اللواحق اللي بياخده الماكس كثري دي أنا عم بحكي بس أفضل على الإطلاق هي الف بي اكس الف بي اكس هي تعتبر لاحقة مكتملة فأي حدا بده يشتغل على الماكس معنو بحاجة على الإطلاق أو على الفيري معنو بحاجة على الإطلاق أنه يكون ضليع جدا بالثري دي ماكس لا تقدر تجيب موديلين تبعاك من برا طبعا مقطة تانية كمان لازم نحكي فيها بشكل مباشر هي تحويل واجهة الثري دي ماكس لواجهة في راي كيف؟ هلأ لحظوا أنا عندي لما بفتح الماكس مثلا بتلاحظوا أنه تطلع عندي فورا الرندر سيت أب هي رندر في راي وعندي واجهة الماتيريال هي مواد في راي تمام؟ هذا الكلام كيف أنا بقدر أتحكم فيه؟ لو رحت على الكاستمايز على الكاستوم ديفولت سويتشر فلحطلع زهوم بواجهة السويتشر أنه في قدة خيارات تمام؟ واحدة من بيناتهم هي الماكس في راي لما أنا باختار الماكس في راي وبقل له سيت لحيطلب مني إعادة تشغيل البرنامج وبالتالي لحياخد واجهة ال في راي كواجهة ديفولت طبعا شو يعني واجهة ال في راي؟ طبعا بالماكس أنا ما عندي شي اسمه واجهة ديفولت تمام؟ لل في راي بس عندي مثلا إعدادات عندي ماتيريالز وعندي الشريط طبع أدوات ال في راي اللي هو هون موجود على أقصى اليسار كأعدادات الحيجي ياخدلي فورا ال في راي لاحظوا أنا في عندي عدة أنواع من محركات الريندر الموجودة بتنزل مع الماكس مثل الكويك سيلفر مثل RT ريندر السكان لاين الفو الارنولد وقبل منه كان فيه المينتر راي وهكذا تمام؟ حاليا نحن شغلنا على ال في راي خمسة هوت فيكس 2 هاي نفس النسخة اللي اعطيتكن ياها طبعا الهوت فيكس يعني سيرفيس باك تمام؟ يعني كل شي ثغرات ماضية كانت موجودة بقلب النسخة تم استدراكها وهي هاي النسخة اللي أنا بعتلكون ياها إن شاء الله بالإضافة لأنه بعد ما حولنا السويتشر لل في راي لاحظوا أنه كل المواد بتتحول لمواد في راي ما عد فيه مواد ستاندرد تمام؟ مسبقا لما بتنزل الماكس أول شيء بتلاحها زي الواجهة كلها يعتها ستاندرد أو فيه مواد ستاندرد أو فيه مثلا فيزيكا الماتيريال هدول لا ينتموا لل في راي شغلنا كله لحيكون على مواد في راي حص رن بدون أي نقاش ما عنا مواد إضافية زايدة نضيفة غير مواد في راي طبعا هون بنافزة الـ Environment طبعا لحتى نعرف بس منين جبناه هدول نافزة الـ Render Setup منجيبه من الـ Rendering الـ F10 تمام؟ Render Setup أو F10 الماتيريالز بنجيبه من هاي النافزة من زر الماتيريال Material Editor أو بتضغط على الزر M لاحظوا حاطرتكم الاختصار هون بالنسبة للـ Environment طبعا الـ Environment ما لحي لزمني كثير شغلات فيها لحي لزمني بس هذا الخيار الهون موجود الـ V-Ray Exposure أو Physical Camera Exposure واحد من دول الاثنين لحي لزمني وعلى الأغلب هذا الأولاني ما لحي لزم بحي اشتغل على الثاني تمام؟ بيجي بقى عندي موضوع بالنافزة تبعى الـ Effect أيضا ممكن احتاج أشياء مثل الـ V-Ray Tune الـ V-Ray Environment وهكذا أو الـ V-Ray لا عفوا الـ V-Ray Environment أو الـ V-Ray Tune فقط لا غير تمام؟ ونافزة عندي نافزة الفريم بفر الحبوبة الأمورة اللي صارت مثل واجهة الفوتوشوب طبعا لحظة صار فيها Elements هم تقدر تضيف Elements وتقدر تتعامل مع Layers وتقدر تعمل لهم Foldering Grouping كذا يعني هذا كلام جميل جدا عن جد ومتطور جدا لح نشوفه إن شاء الله بالدروس القادمة طبعا من النسخة لما أذكر يعني النسخة 3.6 ابتدوا يحطوا شريط هون سموه شريط الـ V-Ray تمام؟ بشريط الـ V-Ray لح تلاحظه زر الرندر الفريم بفر مثلا Light Lister عندي إضافة كاميرا إضافة Light Light بأنواعه طبعا كلها ياتا الشامس System System Light مثلا V-Ray I-E-S وهكذا الـ Proxy إضافه هون بالـ V-Ray الجديد اللي هي V-Ray V-Ray Provisor تمام؟ هاي المكتبة الجاهزة للـ V-Ray طبعا نحن هاي المكتبة نادرا ما نستخدمها ما لح نستخدم فيها كتير أمور لح نشوفها طبعا ولح نستخدم موادها ونشوف كيف منستخدمهم مع الـ V-Ray بس غالبا ما لح نستخدمها لح نخلق مكتباتنا بإيدنا مثلا مثل أنا هون ماني خالق مكتبة بإيدي أوكي هاي مكتبتي الخاصة هاي أنا عاملة بإيدي كل ياتا من أول للآخر وكل شي بدي فيها مواد بجيبه من هون ما لي محتاج استخدم من المتيريال ولا أي شي طبعا أنا عم بحكي كماتيريال ما عم بحكي كالتكستشيرز تكستشيرز جباري لازم يكون عندك مكتبة هائلة من الصور ذات رزيليوشن عالي من فئة 2K وبطالع 2K يعني تقريبا أبعاد 2500 يمكن هيك شي ما عد أذكر البعد بالضبط وانت طالع لل 4K و 8K طبعا كل ما كبرت رزيليوشن للصور كل ما كان الرندر أنظف أوكي هذا بالنسبة للمواد بيجي عنا بقا الفريم بفر وهو الشغل الشغال اللي لح نخرج فيه الصور تبعاتنا طبعا الدرس القادم إن شاء الله لح نبتدي الخطوة الأولى وهي عملية تنصيب كاميرا بقلب المشهد لح انتقي مشهد وبتمنى منكم انتو كمان اترتبوا مشاهدكم تكونوا جاهزين مجاهزين مشاهدكم ولح نبلش نشتغل على مشاهدنا اللي نحنا خلقناها طبعا ليش اتخذت هالخطوة أنا شرحت هذا الموضوع بقلب البوست بس لح احكيه مرة تانية معظم الكورسات اللي موجودة طبعا هذا الكلام مو تجريح بأي كورس على الأطلاق بس معظم الكورسات الموجودة بتتعامل مع الطلاب على أساس خدوا هاي مشهد تعالوا نشتغل عليه لا هذا الكلام غير منطقي على الأطلاق أنا ما بصير أخذ مشهد جاهز وقدموا للطلاب وقول لهم يلا نشتغل عليه لأنه أنا هذا المشهد بكون أنا مجهزه بإيدي ولعبان عليه بطريقة حيث أنه تطلع الكورسات يتبعوه عالي يعني أنا عرفان شو يكون عامل بقلب المشهد أنا ما بدي هيك أنا بدي أنه لكل واحد يقدم مشهده لنشوف كافة المشاكل والحلول اللي ممكن تطلع معنا خلال عملية الشغل ولح يكون عندي options أكتر يعني يعني مثلا فلان جايب مشهد بشباك واحد فلان جايب مشهد بشباكين فلان جايب أرضية طابين مثلا فلان جايب درج شلوم نتعامل مع هاي الأمور الشبابيك الكبيرة كيف نتعامل معها الشبابيك اللي صغيرة وهكذا مشهد بلا شبابيك كيف نتعامل معهم إذن وهكذا هاي العملية بتحلي أنه يكون في عندي خيارات متنوعة وبالتالي لكيه ليستفيد أما لما بقدم فراغ واحد فالكل لح يشوف الفراغ الواحد ويقول واو طلعت النتيجة بتجنن لما بيجي بين تقل اللي يشتغل على فراغه لح يلاقي أنه ما عم يقدر يطبق النتيجة كما يجب إذن لح أشتغل أنا على فراغي وكل واحد فيكن لح يكون محضر فراغه ونبتدي الشغل للدرس القادم إن شاء الله لح نبتدي بإذن رب العالمين بالفيزيكال كاميرا يلا يسعد أوقاتكم أجمعين ونلتقي بالمحاضرة القادمة ترجمة نانسي قنقر